موسيقى السلام عليكم ومرحباً بكم عزيزان المشاهدين في حلقة جديدة من مرنامجكم الرياضي التعليمي Language of Sports معكم مريد الصالح وتقرير هذه الحلقة بيكون يكتشف أفضل تركيبة منتخب أسبانيا مكون من أفضل لعبة أسبانيا على مرة السنين خلونا نشوف الفقرة الأولى من التقرير وبعدها نجيكم نشرح بعض الكلمات اللي بنلقاها باللغة الإنجليزية تابعونا سنة جمعات المعرفة في عام الأنسان ويصالتهم يتجربون بعض الوصف الآن وفي هذه السمرة نتحدث في سنة جميعاً سنة جميع الأولى، سنة جميع المعرفة في عام الأول وعامل المعرفة للعامل، سنة جميعاً التعليقات والمعارضة والمعارضة يجعله أكثر من جميع جميعاً التي سمعته فيها سباً كارلس بويول كانت مقابل في سباً منذ عاماً من المدينة ينبغي أن تتعليقات الأخيرة أغيراً من المقابلات المتحدة الفقرة الأولى شفنا فيها ثلاث كلمات الأولى أوست والثانية كابت والثالثة أنتسيباتيشن الكلمة الأولى أوست استخدمت في بداية التقرير لأنه كان يتكلمون عن لعبة أسبانيا اليوم ولكن اللعبة أول ممكن أن يحلون مكانهم أوست معناتها أنك تحل مكان شيء معين ممكن أن ترون الكلمة هذه في الأخبار السياسية عندما يتكلمون عن الرئيس قد سقط يقولون أوستد بريزيدنت رئيس مخلوع ولكن كلمة أوست صح أنها تعني أن شيء يحل مكان شيء ولكن معناتها أنك تحل مكان شيء بدون رضا الشخص الثاني فلما نقول أنه لاعب أوستد لاعب ثاني هذا غطى على اللاعب الثاني من ناحية الموهبة الكروية الكلمة الثانية كابت كان يتكلمون عن حارس كاسيوس أنه هو كابت أكثر في سبيل كابت معناتها توج وطبيعي أنه كابت يعني زي الكاب التي تلبسه هذا كاب يعتبر فأنت تتوج نفسك قبعة في كرة القدم لما اللاعب يقولون أنه كابت أو كابت أكثر كابت ترمز للظهور العالمي لللاعب لأنه أول في العشرينات والثريثينات كانوا لعيبه في أسبانيا وإنجلترا وفي أوروبا بشكل عام لما اللاعب ينظم للمنتخب ويكون له ظهور عالمي يعطونه كاب فهذا الكاب يرمز لمشاركته في المنتخب فاللاعب كاسيوس هو كابت أكثر أكثر واحد ظهر عالميا من بين لعيبة المنتخب الأسماني الكلمة الثالثة كان المقصود فيها كاسيوس كان المقصود فيها كاسيوس كان المقصود فيها توقع لكن ليس فقط أي توقع توقع يعني بحماس التوقع مجرد توقع عادي هو يسمى توقع أو توقع شيئا كاسيوس يتوقع أن المنتخب الأسباني أنا متوقع أن راتب ينزل آخر الشهر لكن أتوقع بحماس متوقع بحماس أن يجيني بونس كاسيوس هو الأنتسبة للمنتخب الأسباني ومتوقعون منه الكثير سنكمل التقرير الآن ونرجع لكم بكلمات جديدة وليس هناك ومن المشكلة فرناندو جائراء وفرماً فرناندو جائراء وفوراً 29 مقصود في مجلس 89 مقصود فيها من 1989 إلى 2002 كاسيوس وطنقى كانت أمساستراني فرناندو جائراء وقداندت 81 مقصود وقد كانت قصود فيها فرناندو فرناندو فيهرام فرناندو فيها وقداندو وفي الفقرة الثانية شفنا ثلاث كلمات أخرى هي اللاعب المركز عليه أكثر شيء في الفقرة الثانية كان لاعب راموس يقولون أنه هو الإلهام الذي يأخذ منه التوقعات المنتخب الأسباني فهو إلهام والكلمة الثانية هو القوة الدافعة يمكن أن تقولوا أن هذا اللاعب هو القوة الدافعة للفريق سواء كان محله وسط أو هجوم هو القوة الدافعة للفريق أممكن أن يكون مدافع الشخص الذي يحمس اللاعب قوة مكثرة في الملعب ممكن أن تستخدمها في أي مكان أو في أي طريقة في العالم عندما تقولوا أن الشخص في شركة معينة هو قوة مكثرة هو الذي يحمس الناس ويجعلهم ينتجون والكلمة الثالثة التي رأيناها في التقرير كانت Often understated Often understated ماعطيها كثيرا ما قللت واضحة Often understated عندما تقول أنه واحد يعني يعطيه أكثر من حجمه نقول أنه overstated Often overstated عطناها أكثر من حجه Understated كثيرا ما قللت ماعطيه حجه كامل والمقصود هنا أنه راموس راموس عنده موهبة ولكن often understated الإعلام ماعطيه حجه بالكامل وخلونا نكمل التقرير الآن نشوف الفقرة الثالثة والأخيرة ونرجع لكم بعدها بالكنمات اللي بنلقطها من الفقرة The original all-purpose midfield general Josep Pep Guardiola fills the defensive midfield Blessed with great passing and tackling ability he was a permanent fixture in the Spanish team of the late 90s Chavi is considered to be the natural successor to Guardiola Some even rate him as the best player in the world ahead of Lionel Messi arguing that he provides the creative spark for many of Messi's goals and assists for Barcelona In attacking midfield Andres Iniesta has a more offensive game than Chavi with his dribbling and explosive shot and of course he scored the goal that gave Spain the World Cup in 2010 Francisco Gento has won more European Cups than any player with six his skill with the ball through the 50s and 60s earned him many plaudits and our position on Spain's right wing The blonde arrow Alfredo Di Stefano came from Argentina and gained a Spanish passport becoming a legend at Real Madrid and four times being named Spain's player of the year in the 50s and 60s Some people rate him higher than Pele and Maradona And finally at the top of the attack is David Villa Simply put he is Spain's top goal scorer of all time with great finishing skills and flair More than half of this team of champions have played through the most successful period in the history of Spanish football with victories in Euro 2008 and 2012 and the World Cup in 2010 But this collective is a team for the ages And in the third time we've seen three other words are blessed, successor, and flair Let's see the first word blessed The meaning of Gwardiola that he was blessed with a talent that he was blessed with a talent blessed that he had a good The second word successor successor is a good In the first time he was talking about Gwardiola but now he's talking about Chavi which is the successor or the leader of Gwardiola because he has a good idea that he's a good idea he can help the next leader of Gwardiola The third word is flair flair meaning the skill of the talent and the skill of the talent except that one who has a talent that the skill of the talent will be in the skill of the talent when he has a talent when he is a talent So here they say that Chavi has a talent not only skill he has a talent has a talent that he has a talent that the skill of the talent And the words that we have in this episode are أوست يحل محل كابت تووج توقع إلهام القوة الدافعة كثيرا ما قللت منح خليفة أسلوب وموهبة وكذا نكون وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج جانجوج سبورت تابعونا في حلقة جديدة نتمنى أنكم سمتاتوا في التقرير وصفتوا من الكلمات التي شرحناها لكم معكم بريد الصالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته